الثالث من مارس عام 1933 تاريخ شاهد على انبعاث الحركة الكشفية في تونس فالشباب الكشفي كانت له نظالات وبطولات في الحركة الوطنية التونسية والمساهمة في تحرير البلاد من الاستعمار ولمناظرية الحركة الكشفية ذكريات تم استحضارها بمناسبة العيد التسعين للكشافة التونسية أنا عمري 95 سنة أنا أكبر من الكشفية لكن الكشفية هي اللي كونتني وهي اللي ساهمت في تربيتي وتكويني بفضلها كنت من ناس اللي كافحوا في سبيل استقلال تونس وكانت الكشفة هي الحركة اللي كانت بجانب الحزب الدستوري تقاوم الاستعمار توجد في بداية استقلال كثير من المسؤولين هم من خرجي المدرسة الكشفية تكونوا في الكشفة ويتحمسوا لبناء تونس الحديثة آنذاك سواء في الحرس الوطني أو في الشرطة أو في الجيش أو في الإدارة المدنية بسفة عامة وخصصت الكشفة التونسية برنامج احتفالات بالتسعينية قدمته في الندوة الصحفية التي تضمنت كذلك عودة على أهداف الحركة الكشفية المتمثلة في نشر ثقافة التسامح ومقاومة التطرف والعنف وتدريب الشباب التونسية على بعث المشاريع وتنظيم المبادرات المجتمعية يوم 4 مارس سنشعل الأضواء في شرح ببورغيبة وتقريبا في كل ولايات الجمهورية وجهات المتواجدة فيها الكشفة الصائفة هذه الصائفة 23 مش النظم جنبوري وطني بش تكون فيه تقريبا حوالي ألفين مشارك عنا ندوات فكرية بش تحكي على تاريخ الحركة الكشفية الكشفة التونسية تضم حاليا 45 ألف متطوع موزعين على 450 فوجا محليا عددهم يتزايدوا عاما بعد عام رغم كل الصعوبات عدد المنخرطين في الكشفة يزداد يوما بعد يوم ولكن المراكز ما زادتش برش المركز متاعنا احنا طورنا فيه رديناها مركز متطور فيه مركز ألعاب وفيه مبيت وكل لكن ما هوش كافي للكشفة التونسية بالأعداد برج صدرية بالأعداد الغفيرة من المنخرطين خاصة نلقاوا مشاكل كبيرة في النشاط الصيفي وإحنا كجمعية إمكانياتنا ما تسمحش قاعدين نتعامل مع الواقع ونعمل في مراكز صغيرة نعمل في مخايمات متنقلة لكن ما هوش كافي وأمضت الكشفة التونسية اتفاقية مع البريد التونسي تقضي بإصدار طابع بريدي يحتفي بالذكرى التسعين لانبعاث الحركة الكشفية تحت شعار ثابتون على الوعد ترجمة نانسي قنقر